طبعاً زي ما أنت عارفة المريض بعد ما بيعمل العمليات اللي تتكلمنا عنها في فقرتنا الرئيسية سواء من المنظار أو غيره بيبقى هفتان كده وصحته ضعفانة وبيبقى محتاج تغذية من نوع خاص عشان يسترد بسرعة صحته ويرجع أحسن من الأول بس يا ترى الوضع بيختلف لما بتكون العملية عن طريق المنظير الجراحية ده اللي هنعرفه دلوقتي من حضرتك هو أي جراحة سواء كانت منظير أو غيره أو حتى جراحة مفتوحة جراحات محتاج بعدها غيزة خاصة وبداية في التغذية خاصة يعني الناس بتفرح الله ده سمعنا المصيرين تحركت يعني بتدي ناكل لا هي ما تنفعش أوي كان بتسبب مشاكل بعد كي يبقى المريضة وخصوصاً أن أغلب العمليات دي بتبقى قريبة من الجهزة الهضمية يفيه يحواليه بالضبط حتى تأثير البنجو والأدوية اللي هي مسكنات أو حيات التخديرية اللي بياخدوها كل ده بيأسرع جهاز الهضمي بصورة مباشرة سواء كان المكان عند الجهاز الهضمي أو لا هنا بيزبقى فيه حرص بالضبط يعني لازم نبتدي عماية التغذية بمراحل أول مرحلة خالص اللي هي أول يوم العملية فوقنا الحمد لله ورجعنا الأوضة وكله تمام وسمعنا الأمعاء اتحركت نبتدي والدكتور بيقول نبتدي وكله بس دائما بينصح أن الأكل ما يبقاش يلا نأكل دائما أول يوم ده يفضل شرب سوائل اللي هي سوائل الصفية صفية حتى ما فيهاش قطع يعني خالص 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 يعني ينسون طبعا محبب جدا نعناع شربة شربة صرف ما فيهاش أي شعرية ولا حتة كوس شربة صرف سواء لحم أو فراخ مش فرقة عصاير الحلو قوي عصير تفاح عصير عنب برضو عصير ريئة ريئة صفية وريئة عشان ما نرهقش الجهاز الهضمي خالص خالص ده أول يوم تاني يوم على حسب يعني لو كان موضوع في الجهاز الهضمي نفسه يبقى تاني يوم كمان هيبقى سوائل بيسألوني شربة عدس ممكن؟ لا لا نأخلها شوية العدس مفيه إيدا بسه البرد مخلي الناس بتفكّر شربة العدس تاني يوم أو حسب التحصنية ومش كهاز هضمي حاجة تانية هنبتقي تاني يوم نغذي هتبقى شربة أو السوائل زاتها قوام شوية زي الكريم سوب تخينة شوية بزاق أي حاجة ممكن نضيفها هنا تبقى قوامها تقيل شوية بس برضو مش قطع مش قطع عشان ما تحتاجش مضغ وهض بزاق تكون برضو سميكة شوية ونبعد تماما في الفترة دي عن مثلا مكسرات حبوب أي حاجة بلاش عشان بتتعب المرحلة التالتة بتبقى مرحلة البيوري الحاجات المهروسة مسلوقة ومهروسة مسلوقة ومهروسة حتى الفكهة الفكهة تحط على بخار مفيش داي الألياف النشفة الخضار بخار أو ففور يكون مهروس أو كأنك بتأكل طفل صغير بطاطا دي خطيرة دي معانا بقفش في المرحلة التانية كشربة بطاطا ومعانا في المرحلة التالتة معانا في كل الحياة جميلة 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 وغزية جدا جدا بعد من عادي المرحلة التالتة بهدوء وطبعا في المرحلة التالتة نبعد عن الحاجات اللي هي مسببة الانتفاخ يعني ما فيش ده للتوم للبصل للحاجات مثلا زي الكروم بالأرنبيت الحاجات دي بتعمل انتفاخات فنأجلها بالضبط نأجلها شوي المرحلة الرابعة هي الغزاء الكامل ولو الموضوع كان حملية بسيطة أو منظر بسيط ممكن مرحلة رابعة في اليوم الرابعة عادي جدا يبتدي بقى أن أدخل الأكل عادي جدا أعتقد الكرون نفسي هي لها علاقة بجسامة التدخل كل ما التدخل كان جسيمه كبير كل ما المراحل دي هتطول شوية وكل ما كان في الجهاز الهضمي كل ما بنأخر يوم يومين وفي الجهاز الهضمي نفسه غير لما يبقى حول الجهاز الهضمي فيه المناظب تعمل في كل حتة في الجسم تقريب منتلوقتي